موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أما بعد خلق العفو والصفح عن الآخرين هذا من أخلاق النبوة التي قررها القرآن وقررتها السنة النبوية إن العفو ليس مجرد صدقة نتصدق بها عن الآخرين ولكننا نتصدق بها على أنفسنا أولاً فليس ثمة أحد يستطيع أن يعيش عيشة هنيئة كتلك العيشة التي يعيشها الذي يعفو عن الناس ويصفح عن أخطائهم ويتنازل عن حقه لهم مقابل أن نية عليا هي طمعه فيما عند الله لا أزال أذكر كلمة للشيخ محمد الغزال رحمة الله عليه في كتابه خلق المسلم يقول ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليماً قلب مبرأاً من كل وساوس الضغينة وثوران الأحقاد إذا رأى نعمة تنساق إلى غيره رضي بها ورأى فضل الله فيها وإذا رأى أذن يلحق أحد الخلق رثى له ورجى الله أن يغفر ذنبه ويكفر ذنبه ويغفر له وذكر مناشدة رسول الله ربه إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألمع ونبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد للمؤمنين إذا كانوا في موقف اجتمعت لهم فيه أسباب الغضب والانتقام والانتصار للنفس أن يتذكروا بأن العز كل العز هو فيه أن يتخلقوا بخلق العفو الذي هو من أخلاق الله تعالى فقال ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة والعبد كما تعلمون أفضل الأدعية التي يدعو بها في رمضان كما تضمنه الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب الديات وابن شاهين في فضائل الأعمال والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العافون عن الناس أين العافون عن الناس ثلاثاً فيجتمعون فتحت راية يقال لها راية العفو فيقول قد عفوتم عن عبادي في الدنيا وقد عفوتم عنكم اليوم نسأل الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا من العافين عن الناس وأن يرزقنا عفو الناس أيضاً عنا وعن أخطائنا فإن الدنيا بنيت على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل فالذي يعفو عن الناس ويتنازل عن حقه في هذه الدنيا سيجد رباً كريماً يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يكون الأشهاد جميعاً مستمعين مشاهدين لهذا الموقف المهول بين يدي الله تعالى فمن كان كريماً مع عبادي الله تعالى يكون الله تعالى كريماً معه ومن كان شديداً عليهم مشتطاً في اقتضاء حقه منهم فإن الله تعالى سيعامله بذلك بعدله لا بعفوه وبمنطق الحق لا بمنطق الفضل نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس ومن الكاضي من الغيظ ومن الذين يسيرون سيرة حسنة في الناس ومن الذين يعطون النموذج الأمثل للمسلم الذي هو نقي السريرة طاهر النفس صاف الروح يبذل قصار ما يستطيع من أجل خدمة الآخرين وإذا كان في موقف اجتمعت له فيه القوة والقدرة على الآخرين ممن ظلموه لكنه يعاملهم بالعفو عنهم والصفح عنهم جزاء ما عند الله تعالى سأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء اشتركوا في القناة